ولسه مكملين معاكم وليلا استثنائية من ليالي الاهلي خط احمر ليلا منديالية والحقيقة زي ما اتكلمنا وانتقدنا البعض اللي حاول يشوي انجاز النادي الاهلي لأسباب متعلقة بيه عندنا برضو ناس ادت النادي الاهلي قدره الحقيقة ناس موضوعية جدا واعتقد اعتقد يدفع فلوس كتير جدا عندها تدفع فلوس كتير جدا 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 عشان تصل للمرحلة اللي وصل لها النادي الاهلي من العالمية والحقيقة ده بيقضنا الفكرة انت لما تيجي تقرر نفسك بالنادي الاهلي كابراند الامر صعب جدا جدا منشستر سيتي بطل كأس العالم الاندية بعد فوز النادي الاهلي بالمدالية البرونزية على حسابه الرسمي بيهنئ النادي الاهلي منشستر سيتي الفريق الكبير طبعا له متابعين كسر في كل العالم الحقيقة والنادي الاهلي بعد فوز منشستر سيتي بيبادل التهناء الامر ده حصل مع باير ميونيك حصل مع كل الاندية القبرى في العالم ده طبعا حساب منشستر سيتي تهنينا للنادي الأهلي بعد حصله على برونزية كأس العالم للأندية يعني الكبار يا جماعة بيتبادلوا كده التهني مع بعض يعني حاجة كده عادية بالنسبة لنا وشفنا طبعا الفيديوهات المشتركة ما بين لعاب الستي ولعاب الأهلي والله يا جماعة في ناس يعني الواحد بيحس أنهما مش عايشين بصراحة يعني تهنيت الأهلي كانت ردا على الستي وقال له تهنينا نلادي منشستر سيتي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية يعني تهنيها عندك تهنيها عندي أعتقد حاجة تفخر بيها كبار مع بعض وتخليك يعني تبص للكلام اللي كان بيتقال من شوية البعض بيحاول يقلل من صورة الأهلي والمحزن أنك تلاقي الإنصاف يا أسامة من ناس هما مش من مصر مش من منظومة الكرة المصرية وتلاقي الإساءات والتقليل من الناس هنا جواهم مصر بالتأكيد يا فارس لكن برضا حابين يعني نعرض تهنئة الكاف لأن الحقيقة لقطة متسبي بالنسبة لي في فرحة الهدف الرابع للنادي الأهلي عارف الرسالة اللي متسبي عايزه هو ده النادي اللي بيشرفنا في أفريقيا الحقيقة كانت لقطة تلقائية جدا وده طبعا التهنئة يا فارس من الاتحاد الأفريقي وبالتأكيد أيضا الاتحاد المصري هنأ النادي الأهلي والمفترض يعني والله الاتحاد المصري ده يعني يعمل تمثال كده جواه عليه نسر النادي الأهلي لأن الحقيقة النادي الأهلي مش بس عمود خيمة الكرة المصرية لا الحقيقة هو النادي الأهلي هو وجه الإنجازات لكرة القدم المصرية شكرا